موسيقى السلام عليكم في حلقة النهاردة نتكلم عن شركة اعلان جديدة وهي اسمها traffic junkie الشركة هي من 3 سنين كانت شغالة تمام وكل حال كانت تمام في الشركة ثم الموقع تقفل رجعت من سنة والموقع يشتغل مرة ثانية وبعد كده الموقع وقف رجعت من 3 شهور بدأت تشتغل وفجأة طبعا كان لسه السايد بتاعها ما جالوش دوار كتير كانت لسه مرجعتش تتشهر هي كانت مشهورة جدا في الاول من 3 سنين ومن سنتين ولكن حاليا ما كانتش مشهورة من 3 شهور ما رجعت اخر مرة يعني ما كانتش مشهورة فبعد ثلاث شهور في الايام اللي احنا فيها بدأت تعمل اعلانات الشركة ترتيبها قلت جدا في الاكسا بدأت تتشهر الشركة ممتازة سبق ممتاز وكل حاجة ممتازة بعد الفاصل هنشرح التسجيل في الشركة ووضع الاعلانات وايضا وضع الموقع بتاعك ونبدأ بعد الفاصل زي ما انشعيفين هو ده الموقع بتاع الشركة اسمها ترافيك جونكي زي ما قلت الشركة ممتازة يا جماعة في كل حاجة في كل حاجة في كل حاجة لكن لها مشكلة واحدة وهنشوفها في الداخل جوا لما نخش اول حاجة تعمل الثان اب عشان تسجل في الشركة بعد ما تفتح معك الصفحة دي هتختار الممبر تايب وتعمل بابلشر وهنا تحط الايميل اللي انت عاوزه وهنا اليوزر نيم والباسورد ولكن تركز ان الباسورد يكون زي ما اما كاتبين كده عشان انا تعيبت جدا في الموضوع ده ركزوا كده جماعة لايه بيقولك لازم تحط حرف كابتل رقم اسبيشل اسبيشل يعني ايه يعني مثلا حاجة زي العلامة التعجب مثلا اه شباك ات اي حاجة ما هيديه ركزوا في الموضوع ده لانه هيطول معاكوا وعايزكوا تنجزوا فيها هنا بيقولك انت عرفت الموقع بتاعنا ازاي اكتب اي حاجة اخترت دي مسلا سيبها كده الديفولت بتاعتي ويعمل اي اجري ويكتب هنا اللي هيكتبه لك هناكتبه ويعمل وهيجيلك رسالة على البريد في الجميل او البريد بتاعك يعني مهما كان وبعد كده هتخش عادي جدا طبعا تعمل اكتب وتخش بعد كده تكتب يوزر نيم باسورد بتعمل ساين ان جميل جدا بعد ما دخلنا في الموقع اه واجهته بسيطة جدا داش بورد سايت ري بورد هنا الباية اوت عشان طبعا لو عايز تسحب ارواحك بالمناسبة سحب الارباح من اول مئة دولار اول ما توصل الى مئة دولار هو الموقع ده شبيه الاتسنس بشكل كبير واعلاناته جميلة جدا وشبيهها برضو الاتسنس ولكن للاسف مش هقدر احط الاعلانات ولكن هقولكو السبب وهقولك ازاي انت هتقدر تحط الاعلانات ولكن نركز كده مع بعض هنا لازم تملى كل الحاجات دي هيتطلب منك انك تمليها لازم تملى كلها صحة او غلط مش فرقة هنا اه تسببها فاضية لو عايز الفات ممبر دي مش لازم اه هنا تختار طريس الدفع زي ما نشايف ترى هي مرويحة جدا عندك البيبل وعندك الباكسام والانترنشنال وير ترانسفير وديو اس وير ترانسفير و اختار طبعا البيبل او اللي انت عاوزو اللي انت عارفو اختارو طبعا كلنا نختاروا ببيبل تقريبا وتكتب نقميل البيبل واقل مبلغ للدفع هو ميت دولار كان خمسين دولار ولكن اتعدلو بقى ميت دولار جميل هنا هنخش على عشان نشوف الموقع تمام انا هنا عملت موقعين زي ما انتم شايفين الموقع الاصلي بتاعي اللي هو مستر بومتك الموقع بتاعي لكن ما تقبلش الموقع ده عملتو بدمين ولكن الدومين ده مش مدفوع الدومين ده من فري نوم عادي جدا وطبعا كل الناس عانفة ازاي بتجيب دومين من فري نوم فبندنج لسه اما ده ترفض عاطوي ده لسه بندنج ان شاء الله هيتقبل يعني انت لو الدومين بتاعك ما الاخر نوم ما بيقبلش بلاك زبوت وما بيقبلش بلاجر وكل مواقع العادية اللي هو البلاجر ووورد برس ويكس اي حاجة المواقع دي حتى سايت وانت سري موش بيقبلو بيقبل بس المواقع المدفوعة او اللي ليه هو دومين غير بلاك زبوت فانا عملت دومين دوت تي ك عادي جدا انت ممكن تعمل ده عادي ممكن تشتغل في موقع ده على موقع تاني فرعي عادي انت ممكن تعمل انت عايزه ولكن هو مش بيقبل او بلاق زبط. انا بقول لك بسهولة خالص ممكن تعمل او اي حاجة. ازاي نضيف السايت انا هعمل موقع جديد على بحيس ان انا اقول لكم ازاي تضيفه السايت. عشان ما يكونش في اي مشاكل. مسلا هعمل اهو مدوانة جديدة خالص. مدوانة جديدة. ونكتب هنا اي حاجة وهنا اي حاجة. تمام? وهنا القلب بسيط. تمام? تم انشاء المدوانة زي ما انتم شايفين? جامل جدا نعمل هنا عرض المدوانة دي وناخد اللينك ونخلق يعمل هنا نيو سايت عشان نسجل وقول لكم ازاي تسجلو في الموقع بسهولة. النيو سايت هنا هتكتب هنا اسم السايت اي حاجة اسم الموقع بتاعك. تمام? هنا تختار النوع اللي انت عاوزه مسلا انه اختار هنا هتسيب دي لو انت مدوانة هتسيب دي لو انت عموقع مدفوعة هتختار لكن انا هنا مدوانة فهختار دي. تشيل الحتة اللي في الاول دي. سيب دي. سيف انتو كنتينيو. تمام يا شباب? هيدخلك على الها البانر. الى هي الاعلانات اللي انت هتحطها. هي الها انت بتختار هنا الاسبوت تكتب هنا اي نيم للاسبوت اللي هو الحاجة اللي انت تحطها بتختار هنا الحجم مفهوش 720 في 90 ولكن في حاجات تانية كتير انت ممكن تختار منها مثلا زي 950 في 250 وتعمل create spot تمام تعمل save and continue زي ما انت شايف لسا بيقول لك هو بندنج لان السايد بتاعك حاليا هو بندنج انا برضو جايل لك عشان حتى دي المتال تاج ده هتخد التاج ده كده بكل سهولة وتخش على القالب حالو تحرير HTML تمام يا شباب وعند التاج الهد ده تنزل مسلا بدول كده كده وتقوم اعمل ده باست هنا تعمل حفظ النموذج جميل تعمل هنا verify او verify تم كده عمل verify للموقع زي ما انت شايف عايز بقى الوقتي الموقع ده مش هيتقبل لكن الموقع ده هيتقبل عايز تعرف او عايز تجيب الشوفرة بتاعها عشان تحطها تضغط هنا على واحد عايز تضيف مسلا بانر تاني عالفك الموقع ده بيتضيف اكتر من خمس بانرات او خمس بانرات تمام هتضغط على الواحد دي وهتلاقي هنا بعد ان الموقع يتقبل هتلاقي هنا بيقولك جيت كود هتاخد الكود وحطه في التخطيط عادي جدا تمام يا شباب الموضوع بسيط جدا نتكلم تاني اقل المبلغة الدفع هو مية دولار بيدفع اسبوعيا اسبوعيا بيدفع اعتقد الموقع جديد ولكن مش تلاقي له اسبوعات الدفع ولكن الموقع اعتقد ان ممكن تلاقي له اسبوعات الدفع ولكن مش هينفع نجيبها فلو في اسبوعات الدفع ولا حاجة ممكن احطها لكم فيه تدوينة ان شاء الله نقش كده على موقع اسكم ادفايزرز ونعمل كان تشوف الموقع ولكن برده انا مبسكش في موقع ده خالص ولكن بيقول الموقع سيف بيقول ان الموقع سيف زي ما انت شايف بيقولك بالو 15 سنة الدنيا تمام زي ما انت شايف كلمة الموقع كبيرة الدنيا كلها يعني موقع واضح ان هو مصدقيته عالية جدا زائد نرجع كده نشوف الالكسا خمسة بثين الف 24000 في ترافيك جونكي في امريكا دنيا تمام فعايز تشوف اي ريبورتس ليك اي تشوف اي حاجة ليك فانت تدخش هنا على تي جي اي اناليتكس لو ترافيك جونكي اناليتكس عشان تشوف الاحصائيات مرة تانية عايز مسلا الناتفيجيشنز دي بي تجيلك مسلا لو انت تسحبت الفلوس مسلا بيجيلك هنا في الناتفيجيشنز الهيلب هنا عشان لو عايز تكلم حد مسلا من الدعم الماي بروفايل عشان لو عايز تضيف طريقة الدفع هنا المستر بومتك دي ببعا دي بتاعت الداشبورد يعني هنا الماي بروفايل هنا برضو جايب لك بعض الحاجات هنا 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 برضو جايب لك الحاجات العادية هنا بديك نبزة مختصرة عن كل حاجة موقع واضح جدا واعتقد انه مفهوش الموقع مفهوش ولكن ممكن يتضاف قريب لان زي ما قد لكم موقع لسه يعني لسه جاي قريب كمام فهنا دي برضو حاجة مهمة جدا يا جماعة اللي هو الارباح بتاعها جدا في الموقع لما يكون في ايفنت زي ما نشايف في ايفنت هناك فبالاعلانات بتاعت الموقع هتتحول الاعلانات للايفنت ده فبالتالي كل حاجة في الموقع تبقى غالية تمام مركزوا جماعة في حوار ايفنت ده والاقفلية والحاجات دي كلها دي بيبقى فعلا حاجات غالية جدا 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 ممكن تستخدموها بكل سهولة اعتقد كده ان انا شرحت كل حاجة الموقع لسه دي بسي هتعم هنا ابل اي فلترز عشان طبعا لو انا طبعا ما ضفتش حاجة خالص فاستعلى يزهر لحاجة زي ما هو واضح بس انا كده خلص شرح الموقع اتمنى يكون الشرح عجبكم ولكن قبل ما ننهي الحلقة قبل ما نختم عايزين نرجع ليه المدونة اللي انا كنت عملتها يا شباب ولكن نرجع بس للمشاركات نرجع للمدونة بتاعت ايه دي ايو دي تمام المدونة دي يا شباب كنت شرحت في الشرح اللي قبل اللي فات تقريبا او اللي فات واللي قبلية اللي اتنين كانوا لهم علاقة نجي نركز في الحصائيات خمسة ستين الف مبارح سبعتشار الف النهاردة وانا اقسم بالله ما رسلت لهم زائر واحد يعني الطريقة شغالة 100% يا شباب الطريقة مرة تانية هو الربح مدى الحياة بيتكوين الطريقة شغالة وهو ماشي طراءة بطيئة شوية لانا نشغالة عمدونة واحدة ولكن شغالة او اللي بيقول ان الطريقة مش شغالة 100% وادي الاسباتة هو زائر واحد من ساعة اخر مرة كنا بنرسل الزوار مع بعض في الفيديو وهنا مرات المشاهدة هو سبعتشار الف وانا برضو ما ارسلتش حاجة تمام شباب فالطريقة شغالة 100% فياريتنا حديش يجيل في الكومنتات ويقول لي انت نصاب انت مخادع مش عارف ايه الطريقة شغالة 100% فا اتمنى يكون فيديو النهاردة نال اعجابكم اتمنى نوصل ليه هدف الشهر ده لسه 3 ايام عايزين 80 مشترك ليست احنا 420 عايزين 80 مشترك على اقل عشان نوصل ليه نص الهدف اللي كان اصلا مفروض في الشهر الف ولكن مش مشكلة 500 مشترك ده كويس جدا اصلا الف ومشترك من اول الف ومشترك بيقى موضوع صعب ولكن بعد كده بيقى موضوع بيبقى اسهل لان عدل الفيديوهات بيبقى اكتر فبالتالي عدد الناس يتفرج عن الفيديوهات بيبقى اكتر فبالتالي نسبة ظهورك في محركة البحث بيبقى اكتر فبالتالي طبعا بيزيد السواسكرايبرز بيبقو اكتر اتمنى يكون لفيديو عجبكم للمرة التالتة وشكر عشان شوفتو الفيديو كان معكم مصطفى من قناة مستر بومتك لو الفيديو العجبك لايك الفيديو واشتراك في القناة لك انت اول مرة تشوف الحلقات مستر بومتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته